موسيقى معرض ألمنيوم دبي 2011 انطلق بدوراته الثانية بمشاركة نحو 150 جهة عارضة من 50 دولة إيهاب معلم محدثنا من شركة الخليج للسحب التابع لشركة الغرير مرحبا بك بداية مشاركتكم في المعرض هل هي الأولى أم الثانية وتقييمكم لهذه المشاركة مشاركتنا الثانية بهالمعرض المشاركة أكيد معرض ألمنيوم وبدبي فشي أساسي انه يكون موجودين وخاصة كشركة الخليج السحب الغرير جروب فنحن من الليدرز تابع الألمنيوم بالمنطقة أكيد فشي أساسي انه يكون موجودين بهالمعرض إذن شركة عريقة كما تقول فما هي توقعاتكم لنمو الطلب على الألمنيوم في دبي وفي الإمارات يعني شوي لح تتفاجأ نحن طلعنا من الأزمة أكيد اللي هي بالنسبة لألية شخصيا أزمة بين هلالين يعني ما بعتبرها أزمة بعتبرها شي طبيعي هلأ الوضع اللي صار طلب أكيد ازداد بمنطقة الخليج بالمنطقة العربية وبأوروبا بالنسبة للإمارات حجم النمو يعني أو حجم الطلب إلى أي مدى ارتفع تقريبا هالسنة عن سنة الماضية ارتفع عنا فيني أقول لحديث هلأ لحد هالكورتر بيجينيغوف سيجند كورتر ارتفع عنا الطلب حوالي 15% وبالنسبة لمنطقة الخليج بالنسبة لمنطقة الخليج ارتفع أكتر حوالي 20% إلى 25% طب توقعاتكم للطلب على الألمنيوم خلال العام الجاري والأعوام المقبلة نحن كشاركة كشاركة أو كسوق كسوق الطلب زايد مشاريع بالمنطقة كبيرة كشاركة الطلب زايد أكتر لأن نحن الاندستريز يلي عم نفوت فيها ما موجودة يعني بالمنطقة العربية كلها بالمينا ريجن مش موجودة فنحن كمان طلب عنا على أوروبا برجع بإلك زايد بس ليش عم إلك على أوروبا لأنه كمان كله عم يتصنع هون وقا عم نحكي طلب بالبلد أكيد هي صناعة إماراتية وعم تطلع أوروبا فنعم الطلب عم بيزيد لوكالي وكمان في لالإكسبورت بنفس الوقت حصتكم من السوق ما هي بالنسبة لأي من الألم اليوم حصتكم في سوق الإمارات أكيد بالنسبة للألمينيوم بس بالنسبة لأي سكتر لألك بالنسبة للأركيتكتشور يلي هو معروف في أكيد أكتر شي سوق الإمارات وسط المطأ العربية بشكل عام يعني البراند نيم عطول عليها طلب يعني كمشاريع ضخمة وكمشاريع فيها كونسلتنتز أو كونتراكترز من طراز الأول إذا بدك وردي تتوصف بيئلك الغرير طب هل تتوقعون اتفاقات خلال أيام المعرض أو صفقات ما أكيد أكيد هلأ بالمعرض تتعرف أنت تتعرف عطول على ناس جديد وفي صفقات أكيد وشغلات معارف جديدة هذه أكيد هذه بكل معرض بتصير وخاصة بها المعرض لأنه دوباي الأزمة المالية أثرت على قطاع الإنشاءات وبالتالي على قطاع السيارات الألمنيوم يدخل في قطاع الإنشاءات وفي قطاع السيارات هل يعقل أن تكونوا قد تأثرتم أثناء الأزمة بتراجع قطاع الإنشاءات وكذلك السيارات شوف نحنا بدألك هوني شطارت الشركة شطارت إدارة كل شركة بدألك ما تأثر قطاع البناء أكيد تراجع بشكل كبير قطاع السيارات مبلع بس أكيد مش مثل قطاع البناء عم نحكي نحنا البناء عم نحكي بالمنطقة بالجي سي سي ريجين أو بالمدليست جنرال وإذا بدك جلوبالي بالمينا ريجين قطاع السيارات مبلع كمان تراجع بس التعادل أو التوازن يلي بين عمل والزكاء تبع إدارة أي شركة نكابل الألمينا أو بغير الألمينا هو إيجاد هالتوازن هيدا فنحنا إذا خف عنا شي من قوي شي تاني بس بحب لك أنه نحنا سنة 2010 نحنا بننتج مليون وثمانين ألف قطعة لسيارة هاي سنة 2010 فبتركك أنت تقرر إذا الأزمة مأسرة أو لا في قطاع الإنشاءات ما هي أبرز المشاريع التي دخلت فيها شركتكم؟ أهم شي الـ 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 وانبساطة هيدا كنهار أنه شفت أكيد هي دوباي معروفة بتشجع الـ الـ ونحنا بما أنه الشركة الرائدة أو الشركة الوحيدة نقول بدي أقول الرائدة والوحيدة بقطاع الاكستروجين يلي ويأكستروجين مننتج الـ 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 بينزل عن 5.7 كيلوغرام لكل كيلو الـ الـ عم نحكي الـ فالمشاريع الموجودة بما أنه كلها عم تلحق هالـ الـ الـ فنحنا الحمدلله عنا الشير الأكبر من هال مشاريع هايدي كلها عم تتصنع عنا بالغلف شكرا شكرا إهاب المعلم من شركة الخليج للسحب حدثنا عن توقعاته لقطاع الألمنيوم خلال العام الجاري والأعوام المقبلة أبراهيم الأمير للرؤية الاقتصادية دبي